السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بنشرح المربع كيف طريقة شغله. وانا بالاول حطيت صورته حطيت الباترون تبعه. ونطلب لانه بنعمل منه كتير اشياء حلوة مثل مثلا مفرش طاولة او مفرش صفرة. لانه هني عبارة عن وحدات وبنقص قصهم ونوصلهم بطريقة كتير هينة. وقد ما فينا بنقدر نعمل حجمه. هلا بنشوف كيف ان شاء الله بنطلبه. طبعا متل ما بنعرف افضل شي نشتغل المفارش بخيطان قطن. وانا هون رح بشتغلهم على خيطان قطن تركي مع ابري رقم 3. اول شي بدنا نعمل ست سناسل. هاي عقدة البداية. بنعمل ست سناسل. هاي ستة. ونسكرون بمنزلكو. لنحصل ع دائرة. هلا بدنا نرتفع 3 سناسل كاول عمود بالدائرة. وبدنا نرجع نعمل سنسل يلي هو سنسل الفراغ بين كل عمود وعمود. لانه هلا بدي اعمل خمست عشر عمود. عمود عادية اللي ببرمي. هيا. وسنسل. يعني بدي عمود وسنسل. لعب بالدائرة. بالاخير بس خلص خمست عشر عمود. بكون الخمست عشر عمود. وثلاث قطب السنسل اللي بالبداية. آآ بيكونوا كلهم ست عشر عمود. هيك بدي لنهاية الدائرة. بعد ما خلصت كل الدائرة عمود وقطب السنسل. وصلت لاخرة. اخر وحدة عملنا سنسل. بدي فود. بتالت سنسل من اللي عملتم بالبداية. لسكر الدائرة. برجع بعمل منزلقة بداخل الفراغ. مشان نصير بوسط الفراغ. ما كون عم بشتغل على العمود. لانه هون كمان بدي ارجع ارتفع ثلاث سنسل. ثلاثة. وبعد ما ارتفعهم بدي اعمل عمود بداخل الفراغ. بس ما بسكروا كله. بس بسكر اتنان. برجع بعمل عمود تاني. بس هالمرة رح سكرهم التلاتة سوا. هاي بقولولا اطبط المنتفخة واحيانا بتعملي اكتر من تلاتة عوامين. طيب هلا بين كل وحدة ووحدة بدي نكررها هاي بالفراغ يلي حدا. بس بين كل وحدة ووحدة بدي اعمل تلاتة قطة بسنسل. هاي تلاتة. برجع بعمل بالفراغ يلي حدا. عمود ما بكمله للاخير. وعمود تاني. وكمان ما بكمله للاخير. وعمود التالت. بس هالمرة بكمله كله للعامود. لهيك يصير شكله. لما بسكرهم كلهم سوا هيك بيصير شكله. برجع بعمل ثلاثة قطة بسنسل. اتنين تلاتة. وبرجع بنزل بالفراغ يلي حدا. كمان برجع بعيد بعمل عمود وما بخلصوا كله. برجع عمود تاني وما بخلصوا. برجع العمود التالت بسحبهم كلهم سوا. وبعمل ثلاثة سنسل. رح كفي لنهاية السطر وبنشوف كيف هنكفيها. خلصت السطر كله. هيا هون. كلهم اللي انشغلوا. وهلا بدي سكر بمنزلقة بوساط هون. برجع بعد ما تسكرت. بعمل قطة منزلقة داخل الفراغ. مشان دائما بدي اشتغل بالفراغ. هلا برجع بعمل سنسل. قطة بوحدة بس سنسل. وبعمل قطة حشو. بدي ارتفع خمسة سناسة. ثلاثة اربعة خمسة. وبنزل بالانطرة التانية. اطبط حشو. وبرجع بارتفع خمسة سناسل تانيين. كمان برجع بنزل بالانطرة يلي بعدها حشو. هيك تكون عندي انطرتين. برجع. بدي اعمل عمود بالانطرة يلي بعدهم. واتنان. تلاتة. تلاتة عمود. اربعة. خمسة. خمسة عواميد بنفس الانطرة. وبرجع بشتغل. خمسة سناسل. وبنفس المكان برجع بعمل خمسة عواميد تانيين. هاي عمود. اتنين. طبعا بقربهم عبعض منشان يضل محل لباقي العواميل. لانه انا بدي كمان اعمل خمسة. متل يلي عملتهم. مقابيلهم. هاي اربعة عواميد. بعد في عمود. بيصيرو خمسة. مشان تتكون عندي اول زاوية للمربع. لانه من هالاناطر هاي. انا بقدر علق مطيف تاني مقابيلو. وهيك بصير زعلقتن ببعض. بنعمل عندي مفرش قد ما بدي اياسو. بنزل بالانطرة يلي حده. بقطبط حشو. وبارتفع خمس قطة بسنسل. وبنزل هون حشو. برجع برتفع خمس قطة بسناسل. وبننزل حشو. لانه بدنا نكون الزاوية التانية. بنزل بعامود. نعمل خمسة عواميد بالانطرة يلي بعضها. هاي عامود. اتنان. تلاتة. اربعة. خمسة. وخمس اسناسل. لتكون الزاوية. ومن خلاله ممكن نعلق. يعني المربع التاني. ازا بدنا نعمل مفرش كبير. تلاتة. اربعة. خمسة. ننكمل. ننزل هون حشو. متل ما شايفين كيف تكون عنا زاويتان. يعني من دائرة عم نطلع بمربع. وهيدا شي كتير بيكون مميز. لما يكون دائرة وبتحول لمربع. مش مبلشين ومربع وطالعين. الخمسة اسناس اللي ما اعملهم فرد مرة. رح بعمل بس اتنان. لانه بدي ااخد المربع التاني. وايجي من عند زاوية من الزاوية. وعلقوا معه. بس اهم شغلي انه انا انتبه انه عوجي الشغل. انشان ما اغلط وركبوا عقفة للشغل. يعني هيدا وجه لفوق. وهيدا وجه لفوق. بحطهم هيك. بيجي بيمسك خيطاني انا. يلي عمنا اشتغل فيهم. وبعلق بالزاوية. فوت الابري هون بالزاوية. وبسحب لأعمل قطبة سنسال. هون علق. وبنتبه برجع لمفرش اللي انا عمشتغل فيه او المربع اللي انا عمشتغل فيه. لانه بدي ارجع اعمل سنسال. لانه انا هون عامل اتنان. وهلا هون هيك صار اتنان. بعد اللي وحدة. وارجع انزل بالفراغ لأعمل الخمسة عوامية. هيا عمود. الخمسة عوامية. بس بدي ارجعكم بالاول كيف علق من الزاوية. هيك علقوه من الزاوية. من زاوية واحدة. هي عمود. اتنان تلاتة اربعة. خمسة. هلأ هيك صار شكلهم. لما علقوه من الزاوية. ما حنستكفي بس من الزاوية لانه هلأ احنا بالفراغ التاني بالانطرة التانية بنا نعمل قطبة حشو. ونعمل خمسة سناسل. لأ بدل ما يكونوا خمسة راح نعمل سنسلان. ونجي لعند الانطرة التانية من المربع التاني. ونفوت بوسطة. كمان. ونسحب قطبة سنسل. ونرجع نعمل سنسلان. وننزل بالانطرة. يلي عادة بننزل فيها لنعمل قطبة حشو. وهيك بيكون علق. بالانطرة. وبالزاوية. بعد لنعلقوه بالانطرة يلي حده كمان راح نعمل قطبتان سنسل. ونفوت بالانطرة يلي حده. ونسحب سنسل. نعمل سنسلان. لننزل بالانطرة هاي نعمل حشو. وهيك لانه خلصة الجهة هون. هيك علقوه من هون بالاناطر وبالزاوية. بس من هون فلتان. بعد بدنا نحنا زاوية اصلا ناقص عنا هون زاوية. بدنا ننزل نعمل الخمسة عواميد. عالصريع هاي واحد اتنان. تلاتة. اربعة. خمسة. وبدال الخمسة سنسل راح نعمل سنسلان. وننزل بالزاوية. نسحب بسنسل قطبة سنسل. ونرجع نعمل سنسلان. لننزل. خمسة عواميد التانين. هيا عمود. اتنان. تلاتة. اربعة. خمسة. وهلله صار فينا ننزل بقطبة الحشو يلي هون ونعمل منزلقة. نرجع بنعمل قطبة سنسل بس لنأكد انه سبتنا الشغل. ويك بيكونوا تعلقوا البعض. المربعين. وخلص اصلا الموطيف معنا. هيك شكله. هجيكم كيف التوصيل من هون. اوضح لكم الطريقة. شوفوا هون اشتغلت الموطيف هيدا بابرة آآ الامينيوم. واشتغلت التاني بابرة عطى فرق حتى بالحجم وبالشكل. يعني بدكوا تنتبهوا آآ هاي تلاتة وهاي تلاتة صاح. بس عطوا برضو اختلاف. كتير بدنا ننتبهه انه نحنا لما بنشتغل مفرش كله يكون بابرة واحدة. وكله يكون آآ العدد صحيح. كتير كتير بدنا نركز ع قصة العدد. منشان ما نغلط. منشان نطلع ع شغلنا كله تمام ومرتب. وهيك في كي انت تعملي مفرد. هالمرة بس من الجنب. آآ التاني مرة ممكن يكون من تلات جهات عم تواصلي. ممكن يكون من اربع جهات عم بتواصلي. بس ما في شي صعب. وان شاء الله كله بيزبط معكم. وان شاء الله تكونوا استفدتم الموطيف وشرحوا يكون آآ واضح. وبشكركم على اللايكات وعلى التعليقات. وان شاء الله كل شي طلبتوه بيصير بوقتو. بس لاني كنت مريدة شوي. ان شاء الله من هلأ ارايح بيصير كل شي احسن. الله معكم.